أرمى الببعوث الخاص لرئيس الأمريكي لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأسبق جون كاري عن ساعدته بالمشاركة في منتدى شباب العالم جاء ذلك خلال كلمة ألقاها كاري عبر الفيديو كونفرنس لجلسة الطريق من جلسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية وتوجه فيها كاري بالشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية المناخ والتزام الحكومة المصرية برعاية الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين العالمي وتابع الاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27